السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية سقوط سقف البيت في المنام سواء للرجل أو المرأة أولا ما معنى رؤية سقوط سقف المنزل في منام العزباء تعتبر رؤية الفتاة العزباء أن سقف البيت يسقط هو دلال على أن تلك الفتاة تعاني من أزمة نفسية وهموم متاعب قد تكون متاعب مالية أو مدية وصقف البيت في منام العزباء يرمز إلى عائلة البيت أي الأب أو الأخ وبالتالي سقوط السقف يعني متاعب مادية ومالية تصيب عائل تلك الأسرة أو عائلة الفتاة ورؤية الفتاة العزباء لسقوط تراب أو ماء بعد سقوط سقف البيت على الأرض تبشر بقدوم الفرق في مال أو فتح أبواب الرزق والله أعلم تفسير رؤية سقوط سقف البيت في منام المتزوجة رؤية المتزوجة سقف البيت في منامها يرمز إلى الزوج ورؤية سقوط صقف البيت في منام المتزوجة يعني خوف الزوجة من غضب زوجها عليها أو تعنيفها إيها بسبب أمر ما ورؤية خروج المتزوجة من البيت بعد سقوط الصقف يعني ذلك وقوع جفاء وخصام بين الزوجين قد يستمر الأسابيع عديدة وبواجه نعام فرؤية الشخص في منامه أن صقف البيت يهدم على رأسه كان ذلك بشرى للرأي بأن هناك الكثير من المال والرزق سيحصل عليه خلال الفترة المقبلة من حياته ورؤية الشخص في الحلم أنه يقوم بهدم بيت يمتلكه شخص آخر دل ذلك على أن الرأي سيحصل على مصلحة ومال من خلال هذا الشخص وإذا رأى الرجل أن جزء من بيته يهدم عليه كان ذلك بشرى للرجل بأن ضائقته المالية ستمر وسيرزقها الله بمال كثير في أقرب وقت أما إذا رأى الرجل أنه يقوم بهدم بيته دل ذلك على أن الرجل يقوم بفعل أشياء مسيئة ستكون سبب في تضييع فرص من يديه أو إضاعة أشياء زد قيمة من بين يديه ويقول بعض علماء تفسير الأحلام أن رؤية هدم البيت تدل على أن هناك شخص ما قريب من الرأي سيتوفى ورؤية سقوط الصقف في المنام رؤية تدل على المشاكل والهموم ورؤية الشخص في المنام لوجود تشققات في الصقف يشير المنام إلى وجود مشاكل عائلية وخلافات كبيرة بين أفراد العائلة وبعضها البعض أما إذا رأى الشخص في الحلم أن هناك تشققات في الصقف ويخر منها الماء دل ذلك على أنها ستفرج على أهل هذا البيت وسيزول الهم والحزن رؤية الصقف يخر ماء في المنام للفتاة العزباء رؤية تبشر باقتراب موعد زواجها ورؤية الفتاة العزباء في المنام لوجود تشققات في الصقف رؤية تدل على أنها تمر بضائقة مالية وإذا رأى الرجل الصقف في الحلم وكان يظهر على الصقف أنه على وشق الإنهيار كان ذلك دليل على أن هناك قلق ورعب من رجل شديد الظلم حسب تفسير الشيخ محمد بن سيرين فأن رؤية تشقق الصقف في المنام رؤية تشير إلى قلق الرأي من المستقبل أو من إصابته بالحزن والهموم والفكر وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر